يشكو سكان منطقة الشامية في محافظة العقبة من عدب تنفيذ وعود قطعت سابقاً لهم من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بتحسين البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة لهم مرة أخرى سكان منطقة الشامية في محافظة العقبة يشتكون من غياب شبه كامل للخدمات رغم الوعود السابقة التي قطعها المسؤولون في المحافظة وجهنا آخر للمحافظة يظهر في هذه المنطقة غير الوجه الذي يراه السياح الزائرون للمحافظة نعاني من مشاكل منذ أن سكننا في الشامية من عام 2011 للآن لم يحصل تغيير عليه نهائين بني التحتية متهالكة حماية أمنية غير موجودة نهائين مركز أمن يخدم المنطقة ما في نهائين من على الأسف والمشاكل موجودة بكثرة كلاب ظل منتشرة في الشامية بشكل كبير جداً هذه المنطقة فقيرة جداً للخدمات لا يوجد فيها سوق تجاري من أربع سنين قالوا بنا نعمل كذا سوق تجاري لكن كلها تحت الإنشاء وتحت التأسيس لغاية الآن أنه على الواقع ما فيه أي سوق تجاري مخبز بهذه المنطقة يخدم هذه المنطقة أقل ما فيها برغيف خبز غير موجود عداك عن مشكلة الكلاب الظالة اللي من بعد صرات المغرب تتواجد بالشوالع بكثرة مع شكاوى المواطنين التي تتكرر في المنطقة تقطع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعوداً جديدة بتلبية جميع المطالب منطقة الشامية هي منطقة سكنية جديدة تم إنشاءها من قبل سلطة المنطقة الخاصة الحقيقة هناك خدمات تقدمها السلطة هناك شوارع تقوم بالعناية بها وأيضاً إيصال كافة الخدمات المنطقة لكن إذا ظهر أي ملاحظة نحن على السعداء التام لمعالجة أي ملاحظة ترد من المواطنين وأعتقد أن الوضع في منطقة الشامية لا بأس به أبل يكاد يكون جيد منطقة الشامية يقطنها مئات الأسر من ذوي الدخل المحدود يعيشون في شقق بيعت لهم بأسعار تفضيلية أقل من الأسعار في داخل المدينة ليتفاجأ لاحقاً أن الشقق تحتاج لعمليات صيانة متكررة نتيجة رداءة البناء وهو ما يزيد من الأعباء عليهم